اكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان بان مشروع اللوزي الاسكانية المدرج ضمن برنامج تطوير حقوق الاراضي الذي اطلقته الوزارة مؤخرا يشهد نسبة انجاز متقدمة تجاوزت الجدول الزمني المعد لها وذلك في اطار التعاون مع شركة خاصة وقال وزير الاسكان على هامش زيارته للمشروع ان المشروع يتضمن تنفيذ مائة واثنتين وثلاثين وحدة سكنية بالاضافة الى اعمال البنية التحتية الثانوية وان المشروع يمثل النسخة التجربية لبرنامج تطوير حقوق الاراضي والذي يأتي ضمن حزمة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي اطلقتها الوزارة خلال الفترة الاخيرة وبين الوزير ان هذا المشروع يستهدف المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا بالاضافة الى التمويلات الاسكانية التي تتيحها الوزارة حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج الى زيادة المعروض من خيارات الوحدات السكنية امام المواطنين باسعار مناسبة مؤكدا ان برنامج تطوير حقوق الاراضي يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي منوها الى ان فكرة الشراكة مع القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الاخيرة من تحقيق نتائج ايجابية كبرنامج مزايا وتستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء 15 الف وحدة سكنية على الاراضي الحكومية وسيوفر ذلك عددا كبيرا من الوحدات السكنية باسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الاسكانية المستفيدين من خدمة التعاوني من خدمة التعاوني من خدمة التعاوني اشتركوا في القناة